موسيقى مشاهدين الكرام وسعدتم صباحا نهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري بداية نوجه نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي إلى أطقم طائرات العسكرية التسعة تبع للقوات الجوية المخصصة لنقل المناصرين الجزائريين إلى القاهرة لمؤازرة الفريق الوطني لكرة القدم بمناسبة نهاء كأس إفريقيا للأمم 2019 رسالة هذا نصها يطيب لي عقب الأداء الباهر والمتميز لقواتنا الجوية خلال مهمة نقل المناصرين الجزائريين إلى القاهرة بجمهورية مصر العربية الشقيقة لمؤازرة وتشجيع الفريق الوطني لكرة القدم بمناسبة نهاء كأس إفريقيا للأمم 2019 الذي شهد فوزا مؤزرا لفريقنا الوطني وانتزعه عن جدار واستحقاق للتاج الإفريقي للمرة الثانية في تاريخ الجزائر المستقلة أن أتوجه إلى كافة أطقم الطائرات العسكرية التسعة التابعة للقوات الجوية الذين نجحوا في أداء هذه المهمة العسكرية الخاصة بأخلص التهاني وأصدق عبارات الشكر والامتنان على العمل المتميز المؤدى والجهود المثابرة المبذولة التي شرفت الجزائر والجيش الوطني الشعبي أيما تشريف كما أغتنموا هذه السانحة لأتقدم إلى قائد القاعدة الجوية لبوفريك ومن خلاله إلى أركانه وإطاراته من ضباط وضباط صف بأسمى آيات الشكر والعرفان على الجهود المبذولة من أجل تنفيذ الحرفي والدقيق لتعليمات القيادة العليا للجيش الوطني شعبي القاضية بوضع جسر جوي لنقل المناصرين ذهابا وإيابا ومجانا وعلى نجاحهم في التهيئة والتحضير التقني للطائرات المخصصة بشكل مكن من أداء المهمة في أحسن ظروف وفي وقت قياسي وهي الجهود التي تمت في إطار تنظيم محكم وحسب البرنامج المحدد إن هذه المبادرة المتخذة من قبالي القيادة العليا بالتنسيق مع السيد الوزير الأول قد لقيت استحسان الشعب الجزائري برمته والتي جدد من خلالها الجيش الوطني الشعبي مرة أخرى استعداده على مرافقة هذا الشعب الأبي والمخلص والعظيم والغيور على وطنه وحرصه على تلبية الرغبة الملحة لفئة الشباب المتعطش لمساندة المنتخب الوطني بتوفير كافة الإمكانيات المادية والبشرية الضرورية للتكفل التام بهم قيلة هذا الحدث التاريخي فبقدر ما يعتبر هذا النجاح المحقق ثمار الجهود المبذولة طيلة مساركم المهني ونتيجة لروح المثابرة على العمل الجاد والإصرار الشديد على تحقيق الهدف المتوخى فإنه يعد مرآة حقيقية تعكس مستوى الجهود المضنية التي تبذلها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي ليس فقط على مستوى القوات الجوية بل تعداده لتشمل كافة مكونات الجيش الوطني الشعبي الرامية إلى الرفع المتواصل للجاهزية القتالية والعملياتية لقواتنا المسلحة لقد كنتم بحق خير من جسد هذه الجهود على أرض الواقع باحترافية عالية وإخلاص ووفاء وخير من أبرز حسن المسئولية وروح الواجب أثناء آداء هذه المهمة الحسسة حيال جيشكم ووطنكم وكنتم بذلك اللبنة القوية التي عززت أواصر التلحم بين الجيش والأمة في الأوقات الصعبة والمملات كما في الأفرح والإنجازات وأعلت صرح الوطن وأهلتكم بأن تكونوا كما يأمل شعبكم حسن الجزائر الحصين وقلعتها التي تحمي حماها وتصون أرضها وأجواءها وتلك مكرمة ما بعدها مكرمة حري بناء أن نشكر الله عليها ونتضرع له سبحانه وتعالى بأن يسدد خطى كافة أبناء الجزائر المخلصين إلى ما يرتضيه لها ولشعبها من حفظ للسيادة وصون للاستقلال وتثبيت لموجبات الأمن والاستقرار لقد ساهمتم بصنيعكم هذا في بث الفرحة والبهجة في قلوب الجزائريين الذين عبروا بإحساس سادق داخل وخارج الوطن عن اعتزازهم المنقطع النظير لانتمائهم لوطن اسمه الجزائر رافعين ومتوشحين بالعالم الوطني في كل ربوع الوطن وحتى خارجها وهي مناسبة أخرى تثبت أو أثبت فيها الشعب معدنه الأصيل والنقي وتقديسه لرموزه الخالدة ووفائه لرسالة الملايين من الشهداء الأبرار وهو رد قوي وصريح للعصابة وأذنابها ولكل من تسول له نفسه التشكيك في وحدة هذا الشعب وغيرته الكبيرة على وطنه فلتكن هذه التهاني بمثابة عرفان لما بذلتموه من جهود مذنية ولما سعيتم إليه بكل جد وكد وإخلاص من أجل إنجاح المهام الموكلة إليكم راجينا بأن تكون هذه التهنئة المستحقة تحفيزاً لكم من أجل المزيد من النتائج الميدانية الإيجابية في سبيل مواصلة تأدية المهام المخولة لكم بالفعالية المطلوبة على مستوى قيادة القوات الجوية على وجه الخصوص وعلى مستوى الجيش الوطني الشعبي على وجه العموم هذا وخصصت الدولة الجزائرية أكثر من تسع وثلاثين طائرة لإعادة الأنصار إلى أرض الوطن حيث تم إعادة سبعة ألاف وخمسمائة وسبعة وثلاثين مناصراً من بينهم ألف وخمسمائة ممن بقوا في القاهرة بعد مباراة النصف النهائي لمتابعة المباراة النهائية وتكون آخر طائرة قد أقلعت من مطاري القاهرة الدولي صهرة أمس في حدود ساعة العاشرة ليلاً هذا وكانت الدولة الجزائرية قد تكفلت باثنتين عشر ألف تذكرة لدخول الأنصار الجزائريين إلى ملعب القاهرة مجاناً ترأس أمسي الوزير الأول نوردين بدوي مجلساً وزارياً مشتركاً خصصاً لدراسة وضعية المدن الجديدة والأقطاب الحضارية وأثاق بعثها الاجتماع درس وناقش بحضور وزراء الداخلية والمالية والطاقة والسكن والموارد المائية والأشغال العمومية والنقل والبيئة والطاقات المتجددة نقش الاشكاليات التي تعترض استكمال إنجاز المدن الجديدة والأقطاب الحضارية ببلادنا ووضعية المشاريع الجارية والمجمدة مدى وسيلة بشارب والمتعلقة بإعلي منجلي وإنحاس بقسنطينة ذرع الريش بعمنابا والقطب الحضاري أحمد زبانة بولاية وهران الوزير الأول تعرض بالتفصيل للإشكاليات التي تحول دون استكمال بعض المشاريع السكنية مثل الربط بشبكات الغاز والماء والكهرباء والمرافق العمومية الضرورية لا سيما بالمدن الجديدة الخمس ومن بين المعوقات الاعتراضات المسجلة على بعض العقارات ونقص التمويل وغياب تنظيم يسمح بتسيير واضح لهذه المدن والأقطاب وتحسبا للدخول المدرسي المقبل دعا الوزير الأول إلى ضرورة استكمال المؤسسات التربوية وشبكات التهيئة والطرقات بهذه المواقع فالسيد عبدالله لوحدها ستتسلم 13 ألف وحدة سكنية فيما ستتعزز بوينان بتسعة ألاف وحدة سكنية السنة الجارية ولمتابعة هذه المشاريع بأدق تفاصيلها قرر الوزير الأول إنشاء لجنة خاصة مزودة بكل الأليات لبعث هذه المشاريع من جهته سيقوم وزير المالية بإعداد تقرير مفصل وشامل حول الأظرف المالي المجندة لاستكمال المدن الجديدة والأقطاب الحضرية المذكورة ومن بين مخرجات الاجتماع الوزري المشترك تنصيب المدن الجديدة الخمس كولايات منتدبة بكامل مديرياتها التنفيذية والتجسيد لمبدأ تحرير فعل الاستثمار قررت الحكومة فتح المجال أمام المرقين الخواص للمشاركة في إنجاز المرافق الجوارية بالمدن والأقطاب الجديدة في خطوة ترمي لتخفيف الضغط على الخزينة العمومية كما كلف وزير السكن بتنظيم نتوة موسعة لبحث الإشكاليات المتعلقة بتنظيم المدن الجديدة وكيفية تسييرها بولاية سعيدة أشرفت إطارات وزرية تبعة لقطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي على زيارة ميدانية للهيئات المحلية تحت وصاية القطاع بهدفها للاستماع لانشغالات المواطنين والإداريين على حد سواء سفيان مقنينة الاستماع لانشغالات المواطنين والإداريين في قطاع التشغيل والضمان الاجتماعي بولاية سعيدة هي المهمة التي أشرف عليها وفد وزاري يتكون من إطارات وزارة العمل والتشغيل والضمن الاجتماعي في زيارته الميدانية للهيئات المحلية تحت وصاية القطع عطينا تعليمات ويتيعات الوزارية بوجود القيام وأخذ بعين اعتبار انشغالة المواطن هي في الأولى من حيث الخدمات من حيث السهيلات في ميدان تشغيل بالنسبة للنساج على سبيل المثال هناك جهودات كبيرة لكن ما زال بعد مدة إضافية لا تقوم بها الهيئات تحت وصاية في هذا المجال الوفد الوزاري تفقد أيضا بعض المشاريع القطعية التي ينتظر أن يتم تسليمها قريبا كما اجتمع بإطارات القطع في مقر الولاية الاستماع للمشاكل والصعوبات واقتراح الحلول المناسبة في قطع الصيد البحري وبعد ثلاثين سنة من الانتظار تعززت منطقة القلة بمناء صيد بحري جديد الذي دخل حيث الاستغلال سنة 2015 مناء يعد موردا هاما للثروة السمكية بحاجة إلى مزيد من الاهتمام الاهتمام روبرتاج عادل بوخامس سيهام موسى رزوكا بعد انتظار طويل للصيدين تعززت ولاية الطارف بمناء صيد يسع أزيد مئة قارب صيد البر جديد الذي حلناه على ثلاث سنين كان لدينا البر القديم كان لدينا نقوم برومان في البر كان لدينا أزمة على البوستاكي وأزمة على الفلايك كان لدينا نقوم بر يسر نظرك الحمد لله نظرك على البوستاكي وأزمة على البوستاكي ونيستعب من 144 مئة و140 نافير جديد الميناء من شأنه أن يوفر عدة مناصب شغل لكن يعرفون قائس البرلم موسيقى لدينا البياس كما يتكون على البوستاكي كما ركب على البال كما نحن لا يوجد ناس تشوف فيه البوستاكي ونزل لا يوجد شيء نطلبون يكتفيوننا في المنشآت التي تكون دخل البوستاكي المنشآت مثلا كما تعلق الرصود يرتع لبيع البياس يخدم تريسيتي يخدم لريزين مدى بينا يعطينا تعلق البحرية 14 رم ياسر على البحرية كان عياد كان مواسم ياسر والناس تضر ياسر القولف دي ما مقفول وكذا 14 مدة 14 ياسر ميناء الطارف لبنة أخرى تضاف إلى قطاع الصيد البحري الذي يعول عليه كمورد مهم من المورد الاقتصادية لكن ينتظر المزيد من الاهتمام في إطار محاربة الجريمة المنظمة حجز حرس السواحل يوم الحادي والعشرين جولي 2019 كمية كبيرة من الكيف المعالج تقدر بـ 201 كيلوغرام فاصل أربعة وذلك إثر عمليات متفرقة بعرض البحر قبالة سواحل وهران وتلمسان وعينتي موشنطة النحية العسكرية الثانية لترتفع بذلك حصلت كمية المخذرات المحجوزة خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة من طرف وحدات الجيش الوطني الشعبي إلى ضبط أربعة قناطير وثلاثة وستين كيلوغراما فاصل اثنين في سياق متصل أوقف عناصر الدرك الوطني بكل من وهران النحية العسكرية الثانية وبشار النحية العسكرية الثالثة أربعة تجار مخذرات بحوزتهم ستمائة واثنين وستين غراما من الكيف المعالج ومئة قرص مهلوسة من جهة أخرى أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بعين مناسة النحية العسكرية الرابعة أربعة عشر منقبا عن الذهب وحجزت مولدين كهربائيين ومطرقتين ضغط فيما تم توقف ثمانين وأربعين أو ثمانية وأربعين مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان النحية العسكرية الثانية وتبسة النحية العسكرية الخامسة دوليا شرعت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الاسرائيلي اليوم في عملية هدم لمنازل الفلسطينيين في منطقة ودي الحمص جنوب شرق مدينة القدس المحتلة وأكد رئيس هيئة مقاومة الجذار والاستطان أن هذا الأمر العسكري الجائر بهدم المنازل هو انتهاك لاتفاقية جناذ ورومة الدعية لحماية الفلسطينيين تحت الاحتلال ميدانيا اعتقلت قوة الاحتلال الاسرائيلي أربعة فلسطينيين في القدس المحتلة وظفة الغربية في البرتغال استأنفت أمس طائرات ومروحيات نشاطها لدعم رجالي الاطفاء الذين يكافحون الحرائق التي شبت في منطقة جبلية وسط البلاد ويشارك أكثر من الفرج الاطفاء في إخماد الحرائق التي أصفرت عن إصابة ثمانية أشخاص بجروح في منطقة كاستيلو برانكو والتي شهدت العام 2017 تسجيل نحو مئة حالك تشهد أجزاء واسعة من الولايات المتحدة الأمريكية ارتفاعا قياسيا في درجة الحرارة وصلت إلى أربعين درجة مئوية وأدت إلى وقوع حالة إجهاد حراري وضربات شمس خلفت مصرع ستة أشخاص كما أدى الاستخدام المكثف للكهرباء وتشغيل مكيفات الهواء إلى انقطاع طيار الكهربائي عبر أجزاء واسعة من البلاد في أجواء مميزة حطت صهرة أمس السيدة الكأس الرحال بمقر التلفزيون العمومي حيث تهافت الكل إلى أخذ صور تذكارية مع أغلى هدية قدمها أشبال المدرب الوطني جمال بالماضي للشعب الجزائرية ونختم النشرة من متحف بسيط متواضع بقيمة تاريخية نادرة هو لصاحبه لخضر صبحي أستاذ وباحث في التاريخ بإمكانيته المادية وحبه للطراث عمل على جمع تحف وقطع أثارية نادرة بمنطقة ولد تبان بولاية الصيف ليصبح مقصدا للهوات والباحثين في علم التاريخ والأثار لويزا دغال تسرد المسيدة صغر المتحفي وبسطة شكله لم تمنعه من احتوائه على أقدم الآثار والتحف التي تؤرخ لزمن بعيد بمجهوده الخاص وإمكانته المادية عامل المؤرخ لخضر صبحي على جمع قطع أثرية قبل اندتارها وزوالها قصد إيصالها للأجيال القادمة يأتوا من مالي الخاص والحمد لله أنكم ترون ما فيه قادم وحديث وما يهم فيه هو أنه منظور مادي ومنظور مكتوب والهدف من جمع هذه المادة التراثية هو أولا المحافظة على المادة ثانيا تنظيمها وترتيبها والمحافظة عليها ثالثا دراستها من أجل الباحثين والداريسين أستاذ متقاعد من سلك التعليم كان يدرس مادة الاجتماعيات ومن عائلة ثورية مجهدة هويته بدأت بجمع الأشياء النادرة من عملات وطوابع وكتب لأهل المنطقة بالإضافة إلى قطع قديمة ذات قيمة تاريخية لاحظ هذه الأشياء كان يستعملها الإنسان بفضل وجهوده وفكره مثل المنسوجات المنسوجات كانت المرأة تنسج ورغم أميتها لا تقرأ ولا تكتب ولكن عندها حسابات في الرياضيات وتصنع لنا أشكال هندسية ذات روعة ما ربما يعجز له الإنسان اليوم إن شاء الله يعاونه الأستاذ الأخضر صبحي لأن هذا الموروث الثقافي وهذا الموروث التراثي رح يمد بالإيجاب موش البلدي تولى التدام فقط بل للوطن ككل من كل أرجاء الوطن يأتون للاستعان ببعض ما هو موجود في المتحف سواء لتحضير الأطرحات أو إجراء بحوث أكاديمية مبادرة تستحق التشجيع ويبقى حلم الأخضر صبحي تشيد متحف يليق بقيمة تحفه النادرة وتستحق وتعميم وبهذا نكون قد وصلنا إلى الختام شكرا لكم على المتابعة ألقاكم بخير اشتركوا في القناة